موسيقى علي بالخصم الاكتبي والمركز الثالث كان الوصول والقدوم والانطلاق من دانات جابر بن راشد بن محمد الهاجري والمركز الرابع امطفي ابراهيم بن حمد الدرعي والمركز الخامس الى لجنة التحكيم اذا نعود بالتهنية لمالك مرضية وادت اداء ممتاز وفنان عرض ممتاز في اخر اللمتار عوض بن علي بن عبدالله البلوشي وتوقيتها الزمني سبع دقايق و 31 ثانية التهانينة والناموس لمالك مرضية وحصولها على الاداء الممتاز انطلق الان شوط الختام واخر اشواط هذا المساء متمنين التوفيق لجميع المشاركين التحية متجددة مشاهدين متابعين الكرام والاطلقات متواصلة مع شوطنا من اشواط الخير والبركة الشوط العشرون لا وهو شوط القتام بانطلاق هذا المساء الجميل شوطنا العشرون الذي خصص للبكار المهجنات لا صايل سن الاداء سن الابداع والتحدي سن الابداع مباشرة الى المقدمة الولى الى الصدار والبداية الى اول المراكز الفائزة عبدالله بن ناصر بن محمد الاحباب العجرية من يقدم لنا الفائزة مع اول المراكز بينما المركز الثاني الوصول والدخول الانضمام المنالكة مع ثاني المراكز ثاني التحديات فخر سلم بالرملي بن محمد العامري من يقدم لنا شعار على ثاني المراكز بينما النغلح الى المركز الثالث الوصول من ثيل محمد بن سعيد بن محمد الخيالي بينما النغلح الى المركز الرابع حيث الوصول والدخول حيث الانضمام من حنين مطر بن عيد بالكوس الفلاسية تقدم ويقدم لنا حنين المركز الخامس اللي وصلت اللي انضمت مواري احمد بن عبد الله بن محمد اللي بينما سودس المراكز السادس التحديات اللي وصلت اللي انضمت هنالك الوصول من وجده لحميد بن سعيد بن حمر النيادي بينما المركز التاسع الوصول من الجانب الاخر هنالك يا سلام وصلت الكيد حمد بن حمد بن سعيد العامري وعاشر المراكز اختموا هذا الندى بحضاراتكم والكرام هنالك عاشر المراكز الدخول من الحزر لغانب بن سعيد بن مبارك اكتبي هكذا هي النتيجة هكذا هو الندى للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة على أرضية هذا الميدان لكن العودة إلى المقدمة العودة إلى الصدارة إلى موارية مواري موارية من تتقدم يقدم لنا موارية علي هنالك أحمد بن عبدالله بن محمد اللي من يتابع لنا انطلاق موارية بينما المركز الثاني فخر لم سلم بالرمل بن محمد العامري وثالث المراكز الوصول والدخول الانضمام من أثيل حمد بن سعيد بن محمد الخيالي بينما رابع المراكز هنالك اللي وصلت الكايد حمد بن حمد بن سيل بن أسل الحامرية بينما خامس المراكز شعار النيادي من يتواجد الاتحاد النيادي النيادي الاتحادية من يقدم لنا وجد حمد بن سعيد بن حامر النيادي وسادي سن هنالك حنين مطر بن عيد بالكوس الفلاسي وصلت الاسماء وصلت الشعارات الكبيرة والعملاغة وصلت هنالك وتدخلت يا سلام الحضور من مذيار لمحمد بن عتيق بن سيتون المعيري ووضحاء الواصلة لمبارك بالسيل اليبعوني الظاهرية طيارة اليبعوني قادمة بكل غوة بينما الحضور هنالك والدخول من الجانب الآخر عجايب علي بسالم بالخصونية عليك تبي الله 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 المعركة الفمتين الفمتين المتبقي من عمرية هذا الشوط وما زال النيودية محافظ على زمام الامور احمد بن سعيد بن عامر النيودية يقدم لنا وقد بينما من الجانب الآخر مذيار محمد بن عتيق بالزيتون الامعيرية وصلت عجايب وصل علي بسالم بالخصونية الاكتبية وكذلك الوصول من أثيل حمد بن سعيد بن محمد الخيالي لكن بالزيتون لكن بالزيتون يبي يسبب الجنون يبحث عن النقطة الثانية لكي يضيفها إلى شعار الحافل من الاجهزات مذيار مذيار حمد بن عتيق بالزيتون الامعيري راح راح بالفوس راح بالاتصار يبي يضيف النقطة الثانية لهذا الشعار يبي يوصل السلامات إلى منازف وآلها منازف وآلها تانين والناموس لمالك مذيار محمد بن عتيق بالزيتون الامعيري سلام الامعيري سلام وتحية سلام وتحية واحترام إلى منازف إلى منازف السلامات كافة إلى آل منازف منذيار حمد بن عتيق بالزيتون الامعيري والنقطة الثانية لهذا الشعار تانين لمحمد بن عتيق بالزيتون الامعيري المركز الثاني وصلت هناك أثير محمد بن سعيد بن محمد الخيالي ثالث المراكز هناك المركز الثالث جدال سيف الخلفان بالسيف الغويس والمركز الرابع عند اللجنة هانينة والناموس لمالك مذيار محمد بن عتيق من زيتون المهيري والتوقيت الزمني الليبي التوقيت الزمني السبت دقائق 31 ثانية بالفعل كانت توقيت مذيار تهانينة لمحمد بن عتيق من زيتون المهيري والنقطة الثانية لهذا الشعار وتهانينة والناموس للجميع الفائسين وحظ وفر للذي لم يحالف الحظ وإلى اللغة في الأيام المقبلة وتهانينة والناموس للجميع محدثكم المعلق أحمد الخديري وإلى اللغة